في الحديدة دشنت بمدينة الخوخة برامج وفعاليات المراكز الصيفية في مجمع 22 مايو خلال التدشين ألقيت كلمات أكدت على أهمية هذه الأنشطة التي تستادف تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم في المجالات الرياضية والعلمية وحمايتهم من الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تكرسها الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها وتخضع الناس بالقوة لمعتقداتها وأفكارها الإرهابية المدعومة إيرانيا أشن المراكز الصيفية في مدينة الخوخة العاصمة الإدارية لمحافظة الحديدة وحقيقة من خلال هذه المراكز الصيفية التي نحصن شبابنا من الأفكار الهدم والمغلوطة التي تبثها الميليشيات الحوثية سعيد محمد علي جابر من مديرية الخوخة في بداية الأمر أشكر جميع من ساهم في هذا المخيب الصيفي الذي قيمه في مدينة الخوخة واستفدنا فيها إشياء كثيرة وهو الأمر من المقاربين في خليص أسبوع واحد واليوم ثم تدشين أول حفل لأدى المخيب الصيفي ترجمة نانسي قنقر